وقضاءه يجري إلى قدره ولكل قضاء أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب ثم إن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم الصفاها وعاد العذاب الأليم إليه وقال تعالى يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون نبيه والأرعام إن الله كان عليكم رفيبا وقال تعالى فانكعوا ما طاب لكم من النساء مثناء وثلاثة ورباء فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوسا عظيما اللهم جعلنا من الفائزين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح رقون فلينظر أحدكم أين يلعى كريمته وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرات صالحة وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطيق عليه بسوب فإنه له وجاء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه والغفور الرحيم قولوا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم واجد حافظ أبد الله سعيد ألب سعيد أزوجك على ما أمر الله به من امساك بمعروف أو تصريح بحسن زوجتك وانكحتك بنتي نهيدة طالب علي خميس بالمهر المتفق عليه قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المتفق عليه وأنا زوجتك بارك الله لكم واجمع بينكم في خير بارك الله لكم واجمع بينكم في خير شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة